حقق فريق ناساف الأسبكي فوزاً عريضاً على الفيصلي بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الأسبكية تشقند في الملحق الأسيوي المؤهلي لدور أبطال آسيا التفاصيل في التقرير التالي أمال كبيرة علقها الشارع الرياضي الأردني على الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في الدور التمهدي من دور أبطال آسيا بعبور هذا الدور الذي واجه فيه ناساف الأسبكي في أجواء شديدة البرودة الجماهير الأردنية التي تابعت اللقاء لم يكن بحسبانها أن تكون نتيجة اللقاء النهائية تشير لخسارة الفيصلي بخمسة أهداف مقابل هدف خصوصاً بعد الأداء الجيد نوعاً ما الذي قدمه الفريق بداية اللقاء قبل تلقيه لهدف مباغت انتهى عليه الشوط الأول إلا أنها تعرضت لصدمة كبيرة في الشوط الثاني حين تلقى الفيصلي أربعة أهداف متثالية وبمستوى لا يليق باسم الفيصلي وقبل أن يطلق الحكم مصافرة النهاية سجل ميها هدف الفيصلي الوحيد لكنه لم يغني ولم يسمن من جوع قدر الله ما شاء فعل الفيصلي يبقى كبير بتاريخه بينجزاته وبطلاته ببقى بطل العرب بطل غير متوج ولكن ظروف صعبة وقاسية مرت على الفيصلي بالأون الأخيرة ظروف جائرة وكان مظلوم فيها فكان إلى تأثير اليوم على مبارات اليوم والقادم أفضل والقادم أجمل بإذن واحد أحد الخسارة سببها خسارة فنية ومهارية بالنسبة لللاعبين والجهاز الفني أنا برأيي يبدو أنه المدر من بوتشا ما قرى الامبارات ولا غير حتى بعد مع بداية الشوت الثاني من أسلوب اللعب بدك لعيبها بآسيا لعيبنا عندك لا تلب الطموح للفيصلي ما عندك ما عندك ظهير شمال ما عندك دفاع زينينات منظومة كلها غلط لا في تعاون من الاتحاد الأردني معاك ما في تعاون من نظلمنا كثير إحنا نظلمنا بالمعسكر التغع عشان منتخب ولغونا المعسكر نظلمنا بمصر نظلمنا بكل إشيي ما بدنا أنه نجلد ذاتنا ونجلد النادي أو خلص بالعكس اللي صار صار وبالأول الآخر هذا الفيصلي شخصية وشخصية بطل دائما وإن شاء الله يا رب الاستحققات القادمة يكون أفضل الفيصلي بهذه الخسارة حجز ما قعده في كأس الاتحاد الأسيوي في مجموعة ضمت كلا من الوحدة السوري والأنصار اللبنانية وظفار العمانية على أمل أن يعيد النسر الأزرق أمجاده السابقة في هذه المصابقة بعد أن توجى بها في نسختين سابقتين عاد وفد منتخب السيدات لكرة القدم إلى عمان أمس الاثنين قادما من اليابان بعد اختتام معسكره التدريبي الذي أقيم هناك ويأتي هذا المعسكر التدريبي في إطار تحضير منتخب السيدات للمشاركة في بطولة كأس أسيا والتي تستضيفها الأردن خلال الفترة من السادس وحتى العشرين من شهر نيسان المقبل وأبدى الجهاز الفني للمنتخب رضاه عن المعسكر التدريبي الذي خاض خلاله مبارتين وديتين مع فريقين يابانيين بالإضافة إلى تدريبات مكثفة بإشراف المدرب الأمريكي مايكل ديكي هذا وينتظر أن يلتقي المنتخب بداية شهر شباط المقبل مع منتخب أفغانستان وديا في عمان قبل المغادرة إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي آخر استعدادا لكأس أسيا غادر منتخب الصلاة لكرة القدم إلى تايوان أمس للمشاركة في نهاية أسيا المقرر إقامتها في الفترة من الثاني وحتى الحات عشر من شهر شباط المقبل ويشرف صلاح أبو جعفر على تدريب المنتخب فيما يتولى مؤيد سليم مهمة المدير الإداري ويستهل المنتخب مشواره بالبطولة بلقاء نظره التايلندي في الثاني من شباط المقبل ثم قرغستان في الرابع منه ويختتم مشاركته بالدور الأول بلقاء نظره اللبناني في السادس من الشهر نفسه إذ يسعى المنتخب لتحقيق نتائج متميزة في البطولة وحسب نظام البطولة يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي أعلن نادي برشلون الإسباني رسميا عن تجديد عقد صخرته الدفاعية جيرارد بيكي لغاية عام 2022 وبشرط جزائيا قيمته 500 مليون يورو وعبر اللاعب الإسباني عن سعادته بتوقيع العقد الجديد خلال تصريحات لموقع النادي الرسمي وقال إنه يتمنى أن لا يكون الأخير لأن برشلون بمثابة بيته وأكد بيكي رغبته في إنهاء مسيرته داخل ملعب كامبنو مشيرا إلى أنه لا يهتم باللعب مع أي فريق آخر إما برشلون أو لا شيء آخر أخذ اللاعب ذو الواحد وثلاثين عاما لأربعمائة وإحدى وعشرين مباراة مع برشلون حقق خلالها خمسة وعشرين لقبا معه وأحرز سبعة وثلاثين هدفا وشارك خلال الموسم الحالي في خمس وعشرين مباراة مسجلا هدفين احتفل النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكام بحصوله على تصريح رسمي لتأسيس فريق ينافس في دور المحترفين الأمريكي لكرة القدم وأعلن بيكام قبل أربع سنوات عن خطته لتأسيس فريق في المدينة لكنه وجه عدة مشاكل لإيجاد مقر مناسب والتنسيق مع تحالف للشركات لدعم خطته وقال نجم إنجلترا السابق إن هذا كان أحد أحلامه منذ سنوات طويلة مشيرا إلى اختياره لهذه المدينة كون الملايين يعيشون فيها وسط تنوع ثقافي وأوضحت رابطة دور المحترفين أن التفاصيل الإضافية التي تخص النادي وموعد انطلاقته في البطولة واسمه وشعاره وطاقمه سيتم الإعلان عنها لاحقا وأشار بيكام إلى أن الانتظار لأربع سنوات ربما كان عاملا إيجابيا إذ ساعده في تعميق فهمه للمدينة ولسكانها حقق بوستان سلتيكس فوزا صعبا على مستضيفه دينفر نيجيتس بنتيجة 111 نقطة مقابل 110 نقاط في دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وكانت النتيجة تشير إلى تعادل بـ 180 نقاط قبل 34 ثانية على النهاية لكن جايلين براون سجل رمية ثلاثية ليمنح سلتيكس التقدم وقلصت جامال موري الفارقة إلى نقطة واحدة قبل النهاية وأهدر الفريقان الفرص ليحافظ سلتيكس على انتصاره السادس والثلاثين هذا الموسم بالإضافة لحفاظه على صدارة القسم الشرقي وأنهى جيسون تيتم لعب سلتيكس المباراة مسجلا 20 نقطة فيما كان نيكولا يوكاتش الأكثر تسجيلا في صفوف نيجيتس برصيد 24 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة تصدرت الدانيماركية كارولين فوزنياكي تصنيف العالمي للعبات التنس المحترفات بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب الرومانية سيمونا هالب مستعيدة الصدارة التي احتلتها للمرة الأولى في عام 2010 ورفعت فوزنياكي رصيدها إلى 7,965 نقطة وتراجعت هالب إلى المركز الثاني وكانت كل من فوزنياكي وهالب تبحثان عن لقب همال أول في الجراند سلام وبعد مباراة نهائية ماراتونية استمرت نحو ثلاث ساعات توجد تأدى لماركية بلقب أولى بطولاتها لهذا الموسم ووصلت المصنفة الأولى عالميا سابقا الألمانية أنجليك كيربر في تحسين مركزها